موسيقى قدر كبير من سورة آل عمران يتطرق لما جرى للمسلمين بعد غزوة أحد وما جرى لهم لم يكن شيئا يسيرا انظر إلى هذه الآية الآية رقم 165 من سورة آل عمران التي يقول الله فيها أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير هذا خطاب للمؤمنين للمؤمنين الذين رجعوا من أحد وهم مدرجون بجراحهم يتساءلون كيف نهزم ونحن المؤمنين نحن على الحق ونجاهد في سبيل الله ومعنا رسول الله الله سبحانه وتعالى يذكرهم بأنكم قبل ذلك كنتم قد انتصرتم يعني ما تكبدتموه الآن كنتم في المرة السابقة اللي هي في بدر قد حزتم مثليها يعني هم في أحد فقدوا سبعين في بدر قتلوا سبعين وأسروا سبعين أنا أعتقد أن يعني النقطة الأساسية في الآية هي أن القرآن يريد أن يسلط الضوء على الأسئلة التي تفجرها الأزمة أنا هذا يعني هم صحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصلوا نصرا سابقا ومع ذلك وقعوا في مصيبة في أزمة استشهد سبعين من خيارهم وجرح الكثيرون وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا أول سؤال وقع عندهم وتفجر من أعماقهم أن هذا أن بتيجي كيف بتيجي بمعنى كيف بتيجي بمعنى لماذا بتيجي بمعنى كيف وبتيجي بمعنى لماذا فمباشرة سألوا فهون يعني هي رسالة مهمة إلى كل العاملين بأن الأزمات التي يمر بها الناس ستفجر عندهم هذه الأسئلة ستفجر عندهم أسئلة أنه كيف يحصل بنا هذا ولماذا يحصل بنا هذا فلابد من إيجاد وتجهيز أجوبة مقنعة للناس وأن الله سبحانه وتعالى استبقى هذه الآية يعني بآية يتلطف بها بالمؤمنين يعني يذكرهم بنعمته عليه يمن عليهم بأنه أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والآية هذه مش بس فيها من عليهم بهذه النعمة فيها تذكير لهم أنهم هم على الحق فعلا يعني أنتم لا تجعلوا هذه الانتكاسة أو هذه الهزيمة ما حل بكم لا تجعلوه يصل إلى موطن الشك لديكم أنكم على الحق بذليل أن الله أرسل إليكم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في نقطة أنا أريد أن ننبه ليها لا نسلم أن أحد كانت هزيمة نعم هي في ظاهرها في جولتها أو في صفحتها الأولى تبدو أن هزيمة لا شك أنه في مصيبة يعني عدد الشهداء الذين يعني ارتقوا في ذلك اليوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومن خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا مصيبة كبيرة ربنا سماها مصيبة مصيبة نعم بس هل نقول هزيمة هزيمة نعم صبرك هو وصف في مصطلح الناس وفي عرف الناس في ذلك الوقت يعني حتى يتحقق النصر هناك شروط صح أنه إذا أنت انتصرت في معركة يجب أن تبقى فيها ثلاثة أيام لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح لليوم الثاني أن يأتي إلا بحركة في اليوم الثاني أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستطلع الأمر ويريد أن يعرف ويريد أن يعرف هل قررت قريش أن تعود إلى المدينة ثانية أو ستتابع الطريق المهم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد وبقي فيها ثلاثة أيام بلياليه وأيضا قريش أو أبو سفيان ذهب يستخبر وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمن معه بجراحهم بإصاباتهم بمصابهم العظيم بما فقدوا من شهداء ومع ذلك لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة الثانية من المعركة غسل آثار الصفحة الأولى أو على الأقل لم يثبت هذه الهزيمة على المسلمين لكن حصل الدرس وما حصل لا شك حصل الدرس ودرس كبير وفي مصيبة كبيرة نزلت لا بد أن نفتش هنا قضية أنه طرح الأسئلة أسئلة للأزمة هذا شيء ضروري للمراجعة وللتفتيش عن الأسباب ستجد أنه من الأسباب قد يظن الناس أنه هذا سبب بسيط يعني مخالفة التعليمات أو من يقول أنه والله العناصر هنا اجتهدوا لكن هذا الاجتهاد على خلاف التعليمات تعليمات القائد خالفوا لا شك أنهم خالفوا أنا أريد أن أقول في قضية هل هي مخالفة قائد أم معصية نبي؟ أنا أريد أن أقول حتى مخالفة القائد هي معصية أنا أريد أن أقول في قضية هزيمة المسلمين ونصرهم في أحد هم تمنوا على موقع ينبغي أن لا يؤتى منه من قبله المسلمون في قضية هزيمة المسلمين ونصرهم في أحد حقيقة حتى كتاب السيرة عموما اختلفوا في هذا خلافا طويلا خلافا عريضا هل الأحد يمكن أن تكون هزيمة للمسلمين هل تسمى هزيمة أو لا تسمى حقيقة هناك من قسم المعركة إلى قسمين هناك من قسمها إلى ثلاثة وفق تقسيم الدكتور اللي قسم المعركة إلى قسمين فقال أن أحد كانت القسم الأول منها انتصار للمسلمين وانتهى هذا بنزول الرما والتفاف خالد من الوليد مع الجيش وانتهت الغزوة بعودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فعد ذلك هزيمة وعد غزوة حمراء الأسد بأنها غزوة مستقلة قائمة بذاتها وهناك من قال بأن غزوة أحد هي ثلاث مراحل ثلاث جولات المرحلة الأولى التي انتهت بنزول الرما من جبل الرما والمرحلة الثانية انتهت بعودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والمرحلة الثالثة هي خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد وقالوا بأن حمراء الأسد هي جزء من غزوة أحد وفعلا في النهاية قد يكون بغض النظر أنا باعتقادي بغض النظر المسلمون هزموا أو لم يهزموا في المعركة المشركون لم ينتصروا يعني بمعنى أنهم لم يحققوا النصر فهم مباشرة رجعوا إلى المدينة ولكن مما لا شك فيه أن الجولة الثانية وهي جولة مهمة في المعركة أن المسلمين انهزموا فيها على كل الأقوال هذه الجولة اللي هي نزول الرما من مخالفين لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعتقد بأنه جعل نزول الرما فقط عنوان مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الهزيمة يعني مخالفة القائد ومعصية القائد أعتقد أنه تبسيط للصورة أنا أعتقد أن الصورة لها علاقة ليست فقط بالمخالفة أنا أعتقد أن السبب يجب أن ننظر فيه إلى سبب نزول هؤلاء الرما عن الجبل السبب النزول هو استعجال الغنيمة الدنيوي استعجال الغنيمة قبل استحقاقها اليوم أصلا إذا بننظر إلى سبب هزيمة كثير من الثورات سبب هزيمة كثير من أهل الحق هو استعجال الغنائم ولا سيما أن الله عز وجل نبههم في الغزوة الأولى عندما اختلفوا على الغنائم بعد بدر عندما اختلفوا على الغنائم بعد بدر أمرهم الله عز وجل أن لا يلتفتوا إلى هذه القضية اختلف المسلمون على الغنائم بعد بدر وأتى أمر الله عز وجل بإصلاح ذات البين وأن يتقوا الله عز وجل ثم بعد ذلك جاءت القضية نفسها في أحد فتركوا مواقعهم مستعجلين الغنائم اليوم مصيبة كثيرين من العاملين في قضايا الحق ما هي أنهم يتقاتلون على مناصب وهمية أنهم يتقاتلون على مناصب ومواقع سرابية أنهم يستعجلون الغنيمة قبل انتهاء المعركة استعجال الغنيمة قبل انتهاء المعركة معنى ذلك بحث عن حق قبل استحقاقه هو الانتكاس والانهزام أو سميه وقوع المصيبة بغض النظر عن استخدام الأوصاف والنعوت له علاقة بتحقق ميزان القوة من عدم تحققه حتى يحصل المراد حتى يحصل المطلوب يعني في الآية في نفس سياق هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يذكر فئة المؤمنين أن ما وقع بهم في أحد أخذ بالاعتبار أيضا المخالفة والنزول عن التن إلى آخر أن صف المسلمين لم يكن صفا نقيا انظر إلى هذه الآية هي آية 179 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم هو هذه الآية حقيقة نزلت لبيان قضية مهمة جدا هو من أهم أسباب يعني من الأسباب التي لا يلتفت لها كثيرا أيضا في هزيمة المسلمين في غزوة أحد قضية الطعن في الظهر طعن المنافقين لهم في الظهر لما يخرج عبد الله بن أبي بن سلول مع ثلاثمائة وينخذل عن الجيش في لحظة هي من أحرج ساعات المسلمين في المواجهة يعني بمعنى أنه هو اللحظة التي انخذل فيها مع هؤلاء الثلاثمائة اللي هما ثلث الجيش هي لحظة تراء الجيشان يعني هذه لحظة فتت في عضو المسلمين وقوت المشركين أعطتهم دعم معنى وهائل جدا فالله عز وجل يواسي المسلمين بأن هذا شيء يجب أن لا يحزنكم هذه حالة تمايز للصفوف وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله كان يعلم بوجود هذه الفئة المريضة والتي كان يمكن أن تطعن المسلمين في الظهر وتتسبب في أذن أكبر من الأذن الذي حدث ولكن عندما وقعت الواقعة انكشفوا يعني كشفوا بتتابع الأحداث هذه يا سيدي فيها مواساة كبيرة في تأخر النصر لأصحاب الثورات وأصحاب القضايا العادلة بمعنى أنه تخيلوا أنكم انتصرتم من الجولة الأولى سيكون فلان وفلان 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 شركاؤكم في النصر وسيكونوا معكم ولكن كلما تأخر النصر يوم كلما اتضح فلان شفت فلان كيف ساند السيسي هو اللي كان يهتف لثورة يناير وشفت فلان كيف يعني بعد استمرار سنة سنتين سقط رجع إلى أحضان بشار الأسد وشفت فلان فهذا الزمن بس هو فيه توازن مطلوب بين الأمرين بين تقييم حقيقي لأوجه القصور والخلل وبين الدروس المستفادة والعبرة مما حدث بأنه بهذا من تقدير الله تعالى أن هذه النتيجة غير ما كنا نتمنى في هذه المرحلة يعني الأمرين ينبغي أن لا نتخلى عن الأمرين وأن لدينا توازن هو ربنا جل جلاله أجاب عن السؤال أن هذا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كيف يحدث ونحن مجاهدون في سبيل الله وعدنا الله بالنصر ومعنا رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء كفار فقال الله تعالى في الجواب قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم فزم حضراءك بتقول إذا تأخر النصر تأخر النصر هذا سبب غير طبيعي وسبب غير لا يصح أن نستبشر به ولا أن نسر به لا 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 هذه عقوبات فلابد أن ننظر لماذا هذه العقوبات لماذا يسلط الله الكافرين على المسلمين فالله أولا لا ينصر الكافر على المسلم إنما يسلطه عليه ويخذل المسلم بالتخلي عنه وتركه لعقله وأمره لكن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركهم المكان الاستراتيجي العسكري المهم جدا في المعركة لعبت الدنيا بقلوب بعضهم كما قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فحينما تلعب الدنيا بقلوب المجاهدين لا لا بد أن يتأخر النصر أن تحصر الهزائم حينما يخالفون أمر القيادة العسكرية الموثوق بها لا بد أن تحدث الهزائم لأن سنة الله عز وجل وهنا النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة أمره جمعت الأمرين معا مخالفة أمره كنبي صلى الله عليه وسلم وخالفة أمره كقائد عسكري موثوق به فجمعت الأمرين معا إنما مخالفة أمر غيره قد لا تجتمع فيها الأمران أو قد لا يجتمع فيها الأمران إنما قد يعني أنه مجرد قائد أو قائد عسكري ولكن يجب طاعته ولكن يجب طاعته النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا من أطاع أميري فقد أطاعني وإذا لم تتوفر الطاعة في أمر كهذا لا لا نحن لا نقول بالتمرد تخرب الدنيا لا إنما أقول إن الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم الأمر مضاعف فلذلك وبين الله عز وجل أن منهم من حرص على الدنيا في ذلك الوقت كما قال فدلت الدكتور إنهم استعجلوا الغنائم فتركوها أرادوا أن يحصلوها فالمجاهد ينبغي أن يكون عمله لنصرة الله عز وجل وتحقيق سلطانه في الأرض وإقامة عالمية الإسلام كما أمر الله عز وجل وتحقيقها وأن لا تختلط عليه الأمور وأن لا تضطرب عنده التصورات في هذه المسألة جاءت الدنيا أو لم تأتي جاءت الغنائم أو لم تأتي لابد أن يكون عمله بعيدا عن هذه الأغراض وبعيدا عن هذه المآرب وبعيدا عن هذه المقاصد حتى تحقق النصر لأن الأمر لابد أن يكون طاهرا بصورة كبيرة 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 وكما ذكرت حضرتك أن الله عز وجل عزل صف المنافقين قبل المعركة رغم أن هذا قد يراه الناس أمرا سيئا لكنه في الحقيقة كان من أعظم ما من الله عز وجل به على المؤمنين لأنهم لو داخلوهم وانتصروا وانتصر المسلمون إذن انتصروا مع المعصية انتصروا مع الفاسقين انتصروا مع المنافقين إذن تختل السنن السنن اللهية هنا تختل وتضطرب فيحدث خلل في تصور المسلم عن دينه والله عز وجل يأبى أن ينتصر العاصي ولا يعطي معيته لمن عصاه بل لمن اتقاه وانتزم أمره وقال الله إني مأكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا شروط خمسة ذكرها الله عز وجل واضحة وأعطى هذه المعية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمتي إن الله معنا لا تحزن لا تحزن إن الله معنا أما موسى صلى الله عليه وسلم قال إن معي ربي سيهديه فمعية الله كانت لموسى وليست لأمته هذه الصفات أو الشروط التي تفضلت بذكرها إذا توفرت يتحقق النصر إن شاء الله إذا لم تتوفر في المسلمين يتساون مع عدوهم والذي ينتصر هو من لديه صاحب الأسباب ولذلك ينهزم المسلمون وذل حاصل المسلمون من إمتى ما انتصروش سيدي في جانبين الجانب التفتيش عن سبب تأخر النصر ولا شك إنه هذا فيه أنت النصر له أسباب ولله سنن في النصر وغير النصر وبالتالي يجب أن نرجع ننظر أن نفتش عن تخلف الأسباب أسباب النصر نفتش مدى انسجامنا مع سنن الله سبحانه وتعالى أيضا أنا أضيف أمر آخر التفتيش عن الحكم أو الحكمة ما في شيء في هذا الوجود ينفك عن حكمة لله سبحانه وتعالى ما ممكن أدركنا هذه الحكمة أو لم ندركها لكن علينا أن نفتش لكن لا موجود وقد يكون هذا درس أنه أنت الآن إيش الحكم التي أرادها الله سبحانه وتعالى من حصول هذه المصيب هم قالوا وما كان الله ليطلعكم على الغير نعم من الدروس أيضا أنهم يراجوا أنفسهم ويعرفوا خطر المصيبة لاحظوا أن المعصية نسبت للجميع اللي خالفوا كام واحد من الجيش أربعين واحد لكن نسبت المعصية وقعت على المجموع ونسبت إليهم جميعا فهذا الدرس الأصغر في الظرف الخاص لكن الدرس الأكبر أخي الكريم أن تأخر النصر والأمة تعيش مثل هذه الحالة سيد رحمه الله ذكر ربما 14 سبب في سورة الشورى لتأخر النصر وإذا نظرنا نجد كثير منها لا زال قائما للأسر طبعا في جانب منها أن الأمة قصرت في اتخاذ أسباب النصر في جانب آخر أنه في حكم لا زالت أو في سنن الله سبحانه وتعالى لم تتحقق وفي حكم يريد الله سبحانه وتعالى أن يطلعنا عليه يعني مثلا الآن نحن نعيشها لأمة تعيش ظروف صعبة في مصر في سوريا أخواننا في بورما مأساة أو بآس المسلمين حقيقة في بلاد كثيرة تفتش تجد في القرآن كثير من الآيات هي بمثابة سنن القوانين لا بد أن تتحقق يعني على سبيل المثال أما يقول ربنا سبحانه وتعالى وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ هذا المجرم إذا لم يجرم لا يعرف أنه مجرم صح أو لا يظل مقاوم وممانع ويخدع الناس بشعارات وإعلام يضلل وما إلى ذلك طيب تمييز الخبيث من الطيب هذا لا يطيل على المحك لا يطيل على المحك يميز الله الخبيث من الطيب نحن بعض الأوقات نعجز عن التمييز بين المحنة والعقاب التمييز المحن هي للتمييز نعم لكن متى يكون عقابا ومتى يكون محنة وحتى في العقاب في درس وفي محنة وحتى العقاب في منحة وكم منحة جاءتك في ثنايا محنة أخي يجب أن نستفيد من كل بلاء من كل مصيبة نراجع عنفسنا ونفتش فعلا يعني مثلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها شوف العالم الآن يجتمع كله يتآمر على هذه الأمة فسينفقونها تزعلان ليه ثم تكونوا عليهم حسرة ثم يغلبون هذا في الدنيا قالوا الذين كفروا إلى جهنم يحشرون طيب ليه حصل هذا؟ قال يميز الله الخبيثة من الطيب ويجعل الخبيثة بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون والله أخي هذه الدروس كانة الآن كان لما تعيشه لكن هؤلاء الإقراميون الآن يقولون لك لا أنت المجرم وأنت المشفاهم هذا منطق فرعون يا سيدي هذا منطق فرعون مع موسى وهو منطق مستمر ما عندهم شيوخ برضو ما عندهم شيوخ أولماء الصلاة أنا أعتقد بأنه من الملامح المهمة في هذه الآية رسالة مهمة إلى المسلمين أن لا يبقوا غارقين في عقدة المؤامرة المؤامرة موجودة على الأمة والكيد موجود ولكن نسبة كل شيء إلى الغرب والمؤامرة للأسف في الأنظمة صارت أي شيء بصير إذا بصير حادث سيارة فورا بيحكي لك عندك ليش الإمبريالية والصهيونية والغرب والمجرم لا يمكن هذه الطريقة تعطل المراجعة قل هو من عندي أنفسكم تعطل محاسبة الذات أنه مش كل شيء يا أخي مش كل شيء يأتيكم مش كل شيء يصيبكم يجب أن تلقيه على الآخرين اليوم لابد أن يقف الناس مع أنفسهم وقفة محاسبة يرجعون فيها إلى أنفسهم يفتشون عن الأسباب في دواخرهم أولا هذه النقطة الأساسية وهذه رسالة للشعوب أنه ليس كل شيء أيضا تعلقه على مججب الحكام يعمل الحكام مجرمين الحكام طغاء الحكام مستبدون ولكن هذا لا يعني أن تتحللوا من مسؤولياتكم ولا يعني أن تلقوا التباعة عن كواهليكم أن الله لا يغير ما بقومهم حتى يغير ما بأنفسهم يجب أن ترجعوا إلى أنفسكم فإن الله عز وجل يوجه المسلمين بأن أرجعوا السبب أولا إلى أنفسكم ابحثوا في أنفسكم عن الخلل ابحثوا في ذواتكم عن الخلل ابحثوا عن التقصير عندكم قبل أن تتهموا الآخرين هذه نقطة مهمة جدا وهو برضو قد يكون من تقصير النفس أنها مش فهم الآخرين ممكن ولكن في النهاية في النهاية أحيانا الأخذ بالأسباب مهم أحيانا مراجعة الذات مهم من الأخذ بالأسباب أن نفهم العالم من حولنا فهما صحيحا بل وأن ندرس تجارب الآخرين أصرى ربنا قال إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا وقال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فتعطيل هذه النصوص غير صحيح لا ولا نعطل لا يبقى في كونه يا سيدي الله قال وإذ ينكروا في دائرتها نلطم كما تلطم الثكالة ونندب كما تندب الثكالة نفهم أنهم وراء هذه المصائف فعلا كما قال الله عز وجل حكاية عن إبليس الذي أقسم بإزة رب العالمين جل جلاله لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إذن فكل مصيبة في الأرض وكل مصيبة في الخلق إيه وراها إبليس هذا حقيقة قرآنية لا صح أن تنكر لكن ما الذي يجب علينا بعد أن نفهم هذا أن نقف نقول له طيب أنت هجب لنا المصيبة جاية منين وهتيجي إزاي لكن هل كان يملك إبليس أن يفتك بنا لو لا الضعف فينا الله قال إن عبادي ليس لك عليهم يعني الذي يمكن إبليس من نفسه إبليس يقدر عليه يا سيدي الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله والله خير ما كرين يمكرون يعني يدبرون وجاءت بصيغة المضارع دلالة أنهم سيبقون على ذلك ولكن هذا شيء طبيعي هذا عدو يعني الذي يتوقع من عدوه غير ذلك بيكونك عنده حمق الذي يتوقع من عدوه أن لا يمكر له وأن لا يدبر له وأن لا يكيد له وأن لا يتأمر عليه وأن لا يخطط السؤال إذا كان عدونا يفعل ذلك ليست القضية في عدونا قضية عندنا نحن علينا أن نمتن جبهتنا الداخلية علينا أن نعالج أوجه القصور الموجودة لدينا الضعف الذي عندنا هو الذي يمكن من معطلات المعالجة من معطلات المعالجة إلقاء كل الأسباب على العدو إنه عدونا كذا عدونا كذا يعني يرجعوا إلى أنفسكم مش إذا تعطلت حنفية مي سببها الصهيونية العالمية مش سبب الحفر الشوارع المحفرة في بلادنا الصهيونية والإمبريالية العالمية وليس سبب البنية التحتية وليس سبب الفساد الإداري يعني لا سبب الفساد الإداري هم الصهيونية العالمية ولسبب الرشوة هي الصهيونية العالمية سببه نحن فساد وحينما أردت أن تصلح من الذي أسقط إصلاحك يا سيدي عندنا تجارب إصلاحية قامت ونشأت ومارست تحارب يعني في النهاية عندما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام عملية الإصلاح وعندما بدأ هل تركته قريش ألم تحاول قتله وما تركته إلا بعد أن فتح مكة إذن شيء طبيعي جدا أن يواجه هذا جانب لكن لا ينفي هذا أنه فيه تقصير في النفس ما هو التقصير جاء من أولا التقصير يأتي أولا أننا لم نفهم عدونا فهما صحيحا ثانيا أننا لم نتعامل معه تعاملا مستقيما على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم ثالثا ما الذي أعددناه له هدو الجايين هذا الندب واللطف ولتقى الصفان لكن هي لحظة ضعف في هذه النفس من الذي أنزل بنا الضعف لا يعني أنت قريش هي اللي قالت لهم ينزلوا للغنائم نعم قريش لم تقل لهم ينزلوا للغنائم ليس هكذا دكتور لما هذا قضي الدرس هنا الدرس هنا أنه لولا وجود ضعف في داخل الصف لما وصلنا إلى هذه الحالة دون إنكار كيد من يكيد لنا نعرف أنه يكيد لكن ما هي أوجه القصور الموجودة لدينا حتى نعالجها حتى لا نؤتى من قبالنا تمام تمام صحيح يعني اليوم الجميع العاملين أو أنا أدعو اليوم هذا درس مهم لا سيما في الربيع العربي اليوم نحن عندنا ثورة مضادة قامت بملاحقات ومحاولة القضاء على ما تبقى من الثورات حقيقة السؤال المهم دائما إذا بدنا نعلق الأمر على مشجب القوى المضادة قوى المضادة للثورة أو ما يسمى قوى الثورات المضادة هذا الأمر يحللنا من المسؤولية الأصل أن نعود جميعا في جلسات مراجعة حقيقية أين أصبنا وأين أقطأنا وأين قصرنا صحيحنا وماذا فعلنا وأين نتحمل المسؤولية وأن نتحمل مسؤولياتنا من الهروب من تحمل المسؤولية أن نلقي كل شيء على عدونا هو بتعرف أهم حاجة الحقيقة أن الإنسان لا يفقد ثقته بالعقيدة التي ينتسب إليها مهما وقع مهما حل به من مصائب ومآسي وبغض النظر كم كان دوره ودور الآخرين في ذلك الله ذكر الفئة المؤمنة بأنه بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهم وليزكيهم هذه النعمة لا ينبغي أن تغيب عن بالنا أننا على الحق في أوجه قصور لدينا إما في التربية إما في الإعداد المادي إما في التخطيط إما في المعرفة لكن منهجنا وعقيدتنا وسبيلنا هو السبيل الأقوى الذي نبغي أن نحافظ عليه هذا فعلا من باب الامتحانات للمنهج امتحاناتنا نحن في منهجنا هل فعلا نحن هل المنهج الذي وهذا هو سؤال برضو يعني يجتم من سؤال الصحابة أن هذا يعني ألسنا على المنهج الحق صحيح واخد بال حضرتك أليس منهجنا هو المنهج الأقوى والأصوب بلى إجابة يعني لابد لا يصح أن يشك فيها المسلم هذه الإجابة لا يصح إنما ما الذي حدث العيم ليس في المنهج العيم فينا نحن في عدم الالتزام به أننا نحن استجبنا لنداءات إبليس فانحرفنا عن المنهج انحرفنا عن المنهج ولم نلتزم به كما حضرتك تفضلت فحل بنا السنن السنن الإلهية التي لا تحابي ولا كما أشار إلهي أخونا الدكتر الرحمد لا تحامي ولا تجامل أحدا قال الله تعالى إذا أردت أن تمشي عبر هذه الطاولة إلى هذه بتاع الكباية لابد أن تسلك هذا الطريق ونحن قلنا نعم سنصل إلى هذا الكوب لكن وعبر هذه المندضة لكن من طريق آخر لا لم تصل هذا يذكرني بحكمة الله تعالى من قصه علينا في كتابه العزيز قصص الأولين نعم صحيح لأن في قصصهم عبرة نعم يعني هم الناس يمرون بهذه التجارب مروا بهذه التجارب قبلنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ونحن ينبغي أن ندرس تجارب الآخرين لأننا عندما نريد أن ننتقل من حال إلى حال من حال سيء إلى حال أفضل نبغي أن لا يغيب عن بالنا أن هناك من حاول قبلنا وجرب ومر بمحن وربما تعلم دروسا من هذه المحن وكيف نجح وكيف رأس تجارب الآخرين ودفعنا إلى التعامل مع السيرة النبوية الله عز وجل يريد مننا أن نتعامل مع السيرة النبوية بمنطق السنن وما يسطره في القرآن الكريم بمنطق السنن ليس فقط بمنطق المدارسة أننا نريد أن ندرس القضية وخلاص لا يجب أن نتعامل معها على أنها قوانين تلك سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تقويلا يعني كأن الآية تشير إلى سنة أساسية بمعنى حيثما وجد تكالوبكم على الغنائم قبل استحقاقها وحيثما وجدت مخالفتكم لأوامر نبيكم ومن هاجدينكم ستكون هناك مصيبة تحل بكم وهزيمة تقع بكم ولو كان بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما وجدت هذه الحيثية توجد النتيجة الرحية لا تحابي أحدا صحيح سنة الله ليست تقامل ولا تحابي ولا تقف مع أحد إنما تقف مع من يعني يؤمن بها ويعمل من أجلها ويلتزم بها والله تبارك تعالى من هذه السنة أن الله تبارك تعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتقذوه عدوه والكريش وغيرها من هذه هي رموز يعني في يد إبليس يلعبها فالذي فعلا جرأ الرماه على ترك مخالفة أمر هو إبليس فهو الذي جرأهم على هذا وهو الذي حبب إليهم الدنيا كما قال الله منكم من يريد الدنيا واخد بال حضرتك معايا فلذلك لابد أن نتعامل مع عدونا بهذه الصورة وأن نعد زي ما بيقولوا بقى يعني نعد الدفنس نعد الدفنس كيف الدفنس هذا حلوة مصطلح مصطلح رياضي يعني الدفاع الدفاع نعد الدفاع المناسب لهجماته ثم بعد ذلك يعني تنطلق هو التربية هو في التربية يعني في تجربة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم منذ بدر لأن هي بدر كانت حقيقة البداية لأن الانتصار يغير من نفوس الناس من أحوالهم وتطلعاتهم وأيضا من بعد بدر تتشوف نفوسهم آه ومن بعد بدر بدأت تظهر فئة المنافقين صحيح هو بعد بدر كانت ظهور النفاق في الأمة ظهر بعد بدر كان لابد من هذا المسار رغم ما فيه من آلام لكي يكشف عن أوجه النقص الموجودة نعم نحن الآن في تجربتنا المعاصرة بعد ما صار اللي صار والثورات المضادة وانقضوا على ثورات الربيع العربي اكتشفنا أنه كان فيه مشكلة حقيقية عند عدد كبير من الناس كانوا قد منوا أنفسهم بنصر قريب سأل استعجلوا النصر قبل أوانئ فلما لم يحدث فلما لم يحدث انتكسوا وبعضهم حتى شكك في كل شيء لا وكان في بينهم منافقون وكان يعني في صفهم منافقون فما يصح أن ينتصروا وبينهم هؤلاء حتى يحدث التمايز نعم في نقطة مهمة أنا أريد أن ألفت النظر إلى خاتمة الآية بعد أن قال الله عز وجل أولا ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى الله عز وجل تحدث عن قدرته يعني بمعنى إياكم أن تشكوا لأن اليوم في سؤال كبير يا أخي الله عز وجل مش قادر أن ينصرنا الله فيه الله غير قادر أن ينصر المسلمين سمعتهم للناس أليس الله بقادر على أن ينصر هؤلاء المطهدين على السيسي وعلى بشار وعلى القذاء وعلى هؤلاء المجرمين الله عز وجل جاء إن الله على كل شيء قدير إياكم أن تظنوا أن المشكلة في قدرة الله تبارك وتعالى الله عز وجل قدير وقادر أن ينصركم أنا دائما أستحضر ولكن ولكن الله عز وجل لم يفعل ذلك كي يوصل إليكم رسالة يؤدبكم يعلمكم يربيكم ويعلم الأمة من ورائكم أنا دائما أستحضر نموذج الأخدود أصحاب الأخدود أن هؤلاء الذين آمنوا بالله واضطحدهم الملك وحفر لهم أخدودا وأوقد فيها نارا وألقاهم فيها أحياء هؤلاء في مثل هذا الوضع كان ممكن لواحد ضعيف الإيمان إما أن يرتد كافرا أو يتساءل يقول ألسنا على الحق فكيف نحرق أحياء بهذا الشكل قالت الأم وأجابها الطفل نعم نحن على الحق فلا تتردد هو الدرس هما صفحتان أو صورتان أنه ربنا أعطاهم نصر بدر وكان على خلاف عالم الأسفار وطبعا البشرات من نصر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة لهذا الدين وللنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء بشارات كثيرة وحتى قيل أنه البشارات ببدر سبقت بدر بسنوات بنصر بدر كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحذر هؤلاء الذين سمعوا البشارات بالنصر وعاشوا النصر أو قطفوا ثمار هذا النصر في بدر أن لا تستسلم أو ترك النفوسهم لأنه خلص النصر مضمون بكل المعارك فكان هذا الدرس مباشر أنه في أول غزوة أو موقع كبيرة من هذا النوع طبعا ربما كان بين بدر وأحود بعض السراية لكن في هذا الموقف الكبير كان هذا الدرس الكبير حتى لا يركى الإنسان المسلم أنه خلاص ربنا وعد بنصر المسلمين طيب نصر المسلمين على كل حال أو ضمن شروط ضواب نعم هذا قال لهم قل هو من عندي أنفسي وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذا الدرس الحالة العامة لكن بشروطها المؤمنين بشروطها لا حتى بشروط لا هو توفر الأسباب أسباب النصر هو عدم توفر الأسباب لا يخلح في الإيمان لا 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 قال الله تبارك تعالى وأعدوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومش قوة عادية قال قوة ترهبون بها عدو الله وعدوكم فأنت تريد أن تجاهد من غير إعداد إذن فأنت لم تحقق الإيمان مش لازم تبقى كافر وإنه نحن مش بنقول أنه مش لازم يبقى كافر لم تحقق ربط الإيمان بالأسباب صعب لا هذا توجيه شرعي يا دكتور صح وأعده لما عددش هو قصر في اتخاذ الأسباب لكن هذا لا علاقة له بالإيمان له علاقة بالتقصير هو قصر يعني هو مؤمن من رسول عسل يعني أنا أنا بدي أذكر لك مثال لو كنت في بحر وغرقت السفينة من ينجو إلى البار اللي بيصبح اللي بيصبح لا اللي بيصبح كلام غير صحيح يعني معك واحد ملحد واحد ملحد وواحد مؤمن الملحد بيعرف يصبح والمؤمن ماذا يصبح ينجو الذي يصبح والذي يطير لا 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 ينجو الذي له أجل ينجو الذي له أجل صحيح بس يعني إحنا لا لا ينجو الذي له أجل مش حكاية لا يا دكتور هنا الجهة منفكة كما يقال نحن أمة أسباب الأجل غير ووراء رب العالمين ومعنا وحيط بنا لكننا مطالبون بالأخذ بالأسباب صحيح من أسباب النجاة في هذه الحالة فنقول عشان كده بنقول أن عدم الأخذ بالأسباب مخالفة شرعية كويس ونطاعنا في الإيمان وليس الطاعنا في الطاعنا طيب أنا ما كملت سؤالي فضل هذا المؤمن الذي لا يعرف السباحة تمام هل عدم معرفته للسباحة مطعن في إيمانه أيوة نعم الله أكبر كيف مطعن في إيمانه يا دكتور الإيمان ليس مطعن في إيمانه قضية الإيمان قضية كبيرة يعني إحنا مش عايزين ندخل في هذا الوقت قضية الإيمان عندنا الإيمان تقصد تطعن في الإيمان الاعتقادي ولا الإيمان العملي لا الذي لا يعرف السباحة لا يطعن لا في هذا ولا في هذا لا يطعن في الإيمان العملي هذا يطعن في الإيمان العملي لم يعمل به أنا أتصور أنه نحن لا نخلط بين الأمرين أفضل لأنه خلينا بعيد نش أي أسباب مطلوبة لتحقيق غاية التقصير فيها خطأ معصية تدفع ثمنهم معصية إذا كان أمرنا الله جايب أمعصية أو لكن المعصية لا تنال من الإيمان لا لا تنال من الإيمان المعصية مش مضرورة علماؤنا يقولون المعاصي أقسام دكتور في قبيلة الأسباب سيدين نحن أمة أسباب مطالبون بالأخذ بالأسباب قالوا تركوا الأسباب معصية والاعتماد على الأسباب شرك كفر صح فأنا مطالب بالأخذ بالأسباب طبعا الأسباب المشروع والمتاح مطالب فإذا قصرت فقد عصيت لكن أفرض أنا الآن أخذ بالأسباب هل أعتمد أقول نجحت أو يفقت بسبب الأسباب ولا بسبب رب العالمين من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أصبح الناس مؤمن بي وكافر مصطلحات الشرعية اللي حصل هنا سيدين عند الصحابة رضي الله هنا فيه تقصير فيه معصية وفعلا لما راجعوا عنفسهم ما عرفوا أنه فيه مخالفة بعضها هذه المخالفة قد يكون سببها أو دافعها الطمع في الغنيمة إذا رجعنا إلى مرض أو خلل يعني مرضه في النفقوس حضوض النفس وفي الحقيقة وفي الحقيقة لا يريد أن يكون جناعا على الصحابة هذا عرض لكل الخلق صحيح كلهم معرضون لهذا أن يميلوا إلى الدنيا في لحظة من اللحظات هذه عرضة لكن لا بد أن تجري السنن أنا في هذا ممكن أن أذهب إلى نقطة أخرى متعلقة بغزوة أحد وفي سورة حقيقة بهلفة النظر أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن غزوة أحد أو بين آيات غزوة أحد أن يأتي قول الله تبارك وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله شو سبب أن يأتي الأمر بالمشاورة في الحديث عن غزوة أحد حتى لا يربط فيما جرى قبل ذلك لأنه في الأصل النبي عليه وسلم لما شاور أصحابه في الخروج النبي عليه وسلم كان لا يريد الخروج إلى أحد وكان الشيوخ الكبار لا يريدون الخروج وجزء من المنافقين طبعا الشيوخ الكبار لا يريدون الخروج لما قاله النبي عليه وسلم بينما المنافقون كانوا لا يريدون الخروج لأنه أيسر لهم للتواري في داخل المدينة وعدم ولكن الشباب أصروا على الخروج فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأيهم وخرج وحتى لما كرههم ذلك وقال ما كان لنبيا إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى عدوه المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لما خذل مع ثلث الجيش ماذا قال؟ أطاع الولدان وعصاني يعني أراد أن يربط وبعد ذلك كي لا يأتي أحد فيربط الهزيمة أو المصيبة التي وقعت بالشورى بمعنى إياكم أن تدعوا الشورى بنان أيوة تتشاموا والله يا أخي هذه الشورى تبعتكم هي اللي جابت لنا المصيبة الشورى هي التي سببت لنا هذا الذي تتسبب فجاء التأكيد على الأمر بالشورى في الحديث عن غزوة يوحوك تعرف هذا في ناس بعد الثورات المضادة قالوا كلاما مشابها قالوا هذه هي الديمقراطية آه هي الديمقراطية يعني الذي حصل هو عدوان على الديمقراطية يعني الشعب يريد أن يستعيد حقه في أن ينتخب من يحكمه في أن يحاسب من يحكمه سيدة هو عدوان عالمي سمحا لهذه الأنظمة الآن ما تملك من أمرها شيء يا أدوات لكن المؤامرة أكبر ما بناش نقول نرد لكن فيه كيد حقيقة فيه كيد طبعا هذه الشعوب أرادت الحرية وسعت لها لكن فيه تأكد ومع ذلك نقول لابد أن تصمد وتصبر هذه الشعوب ستنال في النهاية حقها وحقوقها كاملة بإذن الله المهم أن هنا أخواننا في الشاهد أو في غزوة أحد كان فيه درس من نوع آخر الله سبحانه وتعالى يربي هؤلاء يربي هذا الجيل فأعطاهم صورة النصر في بدر على خلاف ما كانوا يتوقع وأعطاهم صورة يعني أنا ما أقولها زي ما أقول المصيبة في أحد أيضا على خلاف ما يتوقع ما كانوا يظنون أنه أخذوا الاستعدادات وفيه ترتيبات جيدة في بدر 300 مقاتل في أحد ألف طبعا ما عاد الذين يسحبوا ففي أحد بالعكس بداية المعركة دلت على أنه في نصر وفي نصر سهل للمسلمين والكفار ولو الأدبار فعلا أعطوهم ظهورهم فجاءت المصيبة على خلاف ما كانوا يتوقعون كما جاء النصر هناك على خلاف ما يتوقعون هناك لم تكن معصية والله قادر على أن منزل نصره بالنزل الله يعز هنا الله قادر على أن يمنع هذه المصيبة لكن أراد أن يكون الدرس ليراجع أنفسهم ويستفيد طبعا ليس فقط ليستفيد الصحابة رضي الله عنهم من هذا الدرس هو درس للأمة درس لنا إلى يوم القيامة صحيح صار قرآن نتلى كما قالوا الآيات في سورة آل عمران من بعد المئة وعشرين تتكلم عن دروس كثيرة حصلت في أحد طبعا وما تبعها بعد ذلك فأشياءة الأمر أن الإنسان ينبغي دائما أن يراجع نفسه أنا أخلوق للعبادة لكني لسه معصوما أم الله العصمة إلا لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما وراء ذلك معرض بالخطأ أو الضعف البشري أو 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 طيب إذا كان هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في هذه المصيبة نتيجة تقصير عنده من عند أنفسهم طيب ماذا نقول نحن في زماننا يعني بعض الناس يظنوا كأنه حاشا ربنا صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه لما أوجب على نفسه يعني بعض الناس يقول لازم ربنا ينصرنا طيب من أنت وما مكانك من العراب في دين الله وما هي صلتك من الله وما هي طاعتك لله وهل فعلا أنت يعني علاقتك بالله سبحانه وتعالى صحيحة سليمة ولا في تقصير وفي معصي أو معاصي ربما ولذلك يعني قد لا يكون غريبا في سياق سنن الله سبحانه وتعالى أن يصلط الله علينا هذا الكيد وهذا المكر وما نراه الآن هو جزء الله سبحانه وتعالى يريد أن يربينا جميل لنعود إليه أحسن هنا هنا نقطة مهمة أن كيف تعامل هؤلاء الصحابة مع هذه المصيبة كيف تعاملوا مع المشهد كيف تعاملوا مع المحناء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الكارثة الكبرى أن تأتي هذه المحن والمصائب فتنقص الإيمان الأصل أن تكون هذه المحن وهذه المصائب سببا في زيادة الإيمان وبالمناسبة شوف الذين يكونون في قلب المحنة يكونون أشد إيمانا وثباتا من الذين ينظرون إليها من الخارج بتشوف اليوم الناس في سوريا هذا من الله بتشوف الناس اللي في سوريا الله يربطوا على قلوبه بتشوف الناس اللي في سوريا تحت القصف وشعارهم حسبنا الله ونعم الوكيل بتشوف الناس في غزة تحت الحروب والدمار والصواريخ ولا يقولون إلا حسبنا الله ونعم الوكيل اللي جالس برا براقبهم بيبدأ عنده إيمانه يعني يتزعزع يهتز قلوب الحناد يهتز بينما هؤلاء تعاملوا قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني بمعنى تعلقهم المطلق فقط بالله تبارك وتعالى نتيجة زيادة الإيمان ونتيجة التعلق المطلق بالله كانت فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا في يزداد المرء إطمئنانا في الظروف الحالكة عندما تهون الدنيا عليه ويعد نفسه للقاء الله يعني إذا كان إنسانه كان مقبلا على الموت أو مستعدا للشهادة يرتاح نفسيته ترتاح ما عنده ما يخسره قال ما عنده ما يخسره فهذا الإيمان وهذا اليقين يزيده قدرة على الثبات والصبر والتحمل ومن هنا يأتي تمييزه عن من على عكس حاليا من المشاهد المهمة في أحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر